ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله تدول رواد مواقع توصول الاجتماعي يوم السبت 23 أبريل مشهدا مرعبا لاعتراض منحرفين بينهم قاصرين لمصاري سيارة للنقل المدرسي ومحاولتهم الصعود إليها قصرا رغم تدخلات السائق قبل أن يلحقوا بها أضرارا مادية باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير كانوا يهددون بها السائق والتلميذات والتلاميذ على متن السيارة الجماعية مصادر مطلعة أكدت لجريدة أخبارنا الإلكترونية الواقعة مفيدة أن الأمر يهموا اعتراض شبان جانحين بينهم قاصرين للسيارة المخصصة للنقل المدرسي قرب التانوي الإعداد يبوي عمار بمديرية قلعة سراغنة وتهديدهم للتلاميذ والتلميذات والسائق مطالبين بإنزال تلميذ كان حينها على متن السيارة للانتقام منه على خلفية مشادات سابقة قبل أن يعمدوا لإلحاق أضرار بالغة بالسيارة بعد رميها بالسكاكين ونجاح السائق لحسن الحظ في الفرار الضارك الملكي بالمركز ترابي سيد إدريس الصهريج عمد وفور توصله بمعطى الاعتداء المسلح للتحرك حيث نجح في توقيف ثلاثة معتدين بينهم قاصران وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة فيما لازال البحث جاريا عن الباقين بحيث وضع الموقوف الراشد رهن الحراسة النظرية والباقين تحت المراقبة تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار إحالتهم عليها لتقول كلمتها فيهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة